أنت الذي قلت به في بداية البرنامج أن السادة الثلاثة الزعماء الله يسترع عليهم اتفقوا أو من حيث لا يدرون أنهم لا يريدون أن يرشحوا رئيسا لمجلس النواب بمعنى تخادموا وأعطوا هذا المنصب السيادي إلى الأخ الكبير والأخ الكبير يمون وأنتوا أو هم تبرعوا لهم به أنت أولاً قلت الزعماء والزعيم وحده من مواصفاته أن لا يفرط في حقوق ربعة أنت إذا تفرط بأعلى منصب سيادي لمكونك وتتعامل وياب هاي اللاعبالية صار أكثر من شهر ونصف المنصب فارغ والمحكمة أنت شهر بعد وورا الشهر إذا ما اتفقته خلص إحنا يعني للانتخابات النيابية القادمة ما راح يضل وقت فراح يصير الجو أنه خلص الموضوع مشو فمو وحده من مهاصفات القادة والزعماء أن يفرطوا باستحقاقات مكوناتهم أو ربعهم حتى على مستوى العشيرة هذا السلوك سلوك سياسي ضعيف ينم عن ضعف النظرة السياسية للمستقبل هم ليش ما دا يريد يحسمون لهذا الموضوع مثل ما قلت لك أنا بالبداية الكل خايف مين؟ يعني خميس الخنجر يخاف من مرشحة مثنى يخاف من مرشحة والحلبوس يخاف من يعني شو نستاذ محمد يخاف ليش يخاف؟ أنا أقول لك ليش يخاف؟ لأنه بطبيعة المكون السني أن الزعامة تلقائيا تذهب إلى المنصب من يصير رئيس مجلس نواب قوي حضوظ الحلبوسي والسامرائي والخنجر يصير بالدرجة الثانية بس هاي مو أول رئيس مجلس نواب يرشح عن طريق الطيف السني الآن تولد هذا الخوف لهذا قديم لا والله هذا جديد لأنه أنا أتذكر من استقال دكتور محمود المشهداني خلال أربع أو خمسة أيام تم انتخاب الأستاذ أياد السامرائي وانتهت القضية في كل انتخابات من 2006 لحد هاي الانتخابات أول منصب يتم انتخابه في الجلسة الأولى هو رئيس مجلس النواب لكن ضعف القيادات الحالية وعدم مبالاتها باستحقاقات المكون هو اللي أوصلهم الهاي الدرجة من اللامبالاة في هذا المنصب الكبير هس انت يشغل عندك منصب وزاري يطلع لأي سبب من الأسباب عضو مجلس نواب يتوفى ويسأل على هذا ما يخالف يعني انت اخضعها لهذا لكن رئيس مجلس النواب السلطة المناظرة لرئيس الوزراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة